خيوط الجريمة سلسلة حلقات بودكاست تستضيف خبراء ومختصين في مجال الجريمة والأدلة الجنائية وتناقش الإجراءات الواقعة على المواطنين للحفاظ على موجودات مكان الجريمة وعدم العبث بها بهدف تحقيق العدالة خيوط الجريمة عبر شبكة أجيال من إعداد وتقديم محمد رجوب ضمن مشروع تايم تو أكت المنفذ من قبل مؤسسة أكت لحل النزاعات بالشراكة مع الشرطة الفلسطينية أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من سلسلة حلقات بودكاست خيوط الجريمة في هذه الحلقة نستضيف العميد أبو زنيد أبو زنيد مدير العلاقات العامة والإعلام والشرطة المجتمعية في جهاز الشرطة ونناقش وإياه العلاقة التكاملية ما بين الإعلام وسلوك المجتمعي في نبذ الجريمة وتحقيق العدالة للضحايا أهلا بك سيادة العميد أهلا وسهلا ومشكورين على هذا اللقاء وهذه الاستضافة القيمة أي دور يلعبه الإعلام في طبيعة عمل ودور جهاز الشرطة؟ الإعلام يلعب دور حيوي وكبير في نشر رسالة الأمن والأمان للمواطنين وفي نقل هذه الرسالة وتدولها خاصة بأن نعيش في عالم مضطرب إعلاميا إذا صح القول بحيث أن المعلومة اليوم أصبحت متاحة متاحة الاستخدام والبلورة والتلاعب بها من قبل الجميع اليوم أصبح لكل شخص على الأقل منبر إعلامي أو أكثر إذا بدك تروح لوسائل التواصل الاجتماعي اللي بيستخدمها بيكون عنده أربع خمس حسابات فبالتالي هو باستطاعته في يوم واحد أنه يشكل أو يبلور رأي عام حول قضية معينة إما بتضخيمها أو تقزيمها وإذا كان هذا مرتبط بأجندة أو بأهداف خبيثة لنقل يكون وبال ودمار على مجتمعنا فبالتالي الكلمة الصحيحة المعلومة الدقيقة من مصدرها الصحيح تكون لها وقعها ولها تأثيرها في حفظ أمن المجتمع وسلامته والسلم الأهلي الذي نتحدث عنه دائما وتعميم حالة الاستقرار وحالة النظام وبالتالي حالة الازدهار وتحسين جودة الحياة للمواطن الفلسطيني بالقضية التخصصية التي نتحدث عنها مسرح الجريمة والأدلة الجنائية وأهمية الحفاظ عليهم أين يتقاطع هذا الدور مع رسالة الإعلام؟ بالتأكيد التقاطع والتطابق في كثير من الأحوال هو وارد جدا بداية لنقول إحنا شأننا شأن باقي المجتمعات مثل ما فيه عندنا عمل خير أيضا فيه عندنا عمل شر البعض يقوم به عن سابق عزم وتصميم وإرادة من أجل ارتكاب جريم معينة نحن نتحدث عن هذه الشريحة بكل ألم ولكن نقف ضدها بكل حزم كقوة أمن وكمجتمع فبالتالي التعاون ما بيننا من أجل محاصرة هذه الشريحة وتطويق أفعالها والقضاء على ما تقوم به من أعمال تخل بأمن المجتمع وبنظامه هي واجب علينا والتعاون بيننا لازم يكون دائما مستمر وفي حالة تطور لأنه زي ما حكينا اليوم تنوعت الجريمة بحيث أنه الإجرام التقليدي أصبح قليل جدا إذا ما أقول بهذا الإجرام المعاصر اللي بنشهده اليوم من حيث أنه هو ما يسمى بعصر الحركة الموبيلتي وعصر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات هذه وفرت نوع جديد من الجرائم لذلك هناك جريمة ومسرح جريمة في العالم الافتراضي مئة بالمئة يعني هاي قضية قبل سنتين ثلاث عشرة كان الحديث عنها هو ضرب من الخيال ولكن اليوم هي قضية مطروقة والحاجة تدق وتعوز للحديث عنها من أجل تحذير أبناء مجتمعنا وتجنيبهم هذه الويلات وهذه الشرور طيب ما هي الشرطة المجتمعية التي أنت تديرها؟ الشرطة المجتمعية يعني تروح باتجاه أنها هي مفهوم أكثر منها شيء مادي ملموس هي مفهوم تطبق الشرطة الفلسطينية انطلاقا من إيماننا بأنه المواطن هو شريك في الأمن شريك في عملية التنمية شريك في عملية الاستقرار يستفيد من الحال الأمنية والحال النظامية بحيث تترك له المجال وتمكنه من الإبداع ومن التنقل بحرية وبأمان من إقامة مشروعه في جو من الهدوء والطمأنينة تفكيره أيضا يكون خالي من الشوائب بحيث أن هذا الإنسان يستطيع أن يبدع ويصبح عنده شيء في الحياة يدافع عنه يصبح عنده قيمة معينة في حياته يدافع عنها وهي ما تسمى بجودة الحياة فبالتالي نحن نسعى بشكل دائم ومستمر أن تحسين جودة الحياة للمواطن الفلسطيني ليستمر في نضاله وفي كفاحه سواء بمفهومها السياسي أو بمفهومها المعيشي اليومي نعم لكن هناك فجوة ما بين يعني وعي الناس الوعي الجماعي أكيد بعض الأفراد لديه على درجة عالية من الوعي ولكن بالمفهوم العام بالنظرة العامة هناك فجوة ما بين الوعي المجتمعي وما بين الدور الذي يقع على عاتقنا فرادة وجماعات في حال وقوع جريمة مثلا أشكرك نحن التوجه عندنا اليوم أنه التعليم بالنموذج يعني إحنا بنشخص نموذج ناجح نموذج منتمي نموذج ينتج نموذج يساهم في بناء الوطن وبالتالي بنشير إله بالبنان وبنحط كل التركيز عليه بحيث أنه بنقول للآخرين هذا قدوتنا هذا قدوتكم في العمل إذا ممكن اتباع هذا النموذج الناجح فبالتالي الدور الشرطة في هذه القضية يتركز بشكل أساس حول هذا المفهوم الوعي النخبوي والوعي اللي إحنا بنتحدث عنه إذا ما لم ينشر للمجتمع بكامله أحيانا يصبح يلاقي مقاومة فإحنا بنروح للوعي الذي يؤثر في المجتمع بحيث أنه يترك هذا الأثر المحمود والأثر اللي إحنا بدنا نبني عليه كثير من الأمور وكثير من الدول نجحت في تنمية هذا النموذج فبالتالي بهمنا الوعي المجتمعي ولكن في نفس الوقت بهمنا تعميم الحالي هذا طرح طموح ولكن هناك عمل كثير للوصول إليه إحنا فخرنا دائما واعتزازنا بمواطننا الفلسطيني وبقدراته وبحسن اطلاعه بمستوى هذه الثقافة العالية اللي بتمتع فيها شعبنا والروحية المنقطعة النظير إذا صح القول في كثير من المسائل التي تطرح على مستوى أي موضوع ممكن يخطر ببالك يعني تلاقي هناك فلسطينيين لهم ضليعين في هذه المسألة وإلهم دور فبالتالي إحنا كمؤسسة أمنية نحترم هذا المستوى ونحترم هذه الثقافة ونحاول أنه يعني نعطيها الفرصة والتمكين لكي تعم شرائح المجتمع كافة كيف تقيم التواصل من خلال الإعلام ما بين الشرطة والجمهور يعني بصراحة التجربة يعني ممكن إحنا نقيمها معا يعني السؤال إلي وإلك كمان ممكن يكون في هيك مسألة لأنه إحنا التعاطي الجمهور مع الإعلام هو اليوم يعني يشكل يعني نسبي عالي جدا ولكن أنا بعرف أنه كمان الفلسطيني بحكم تركيبته الاجتماعية والبنيوية والذهنية أيضا يميل دائما للبحث والتحري بشكل أدق وعشان هيك في كثير من الحيال وكثير من المسائل لا تنطلي على نسبة عالية من أبناء شعبنا وهذا هو الوعي المجتمعي العالي اللي إحنا بنحترمه واللي إحنا بنحاول نحميه أيضا سواء كنا في المؤسسة الرسمية أو أنتم دوركم كإعلام يعني أنا أحيانا يحزني إذا كان في قضية تناقش على الهوى من تفاهة القول أو من المسائل اللي ما إلها قيمة أو اللي ما ممكن أنها تترك أثر بناء في مجتمعنا إحنا بنحب خطابنا يكون راقي لأن إحنا بنخاطب عقول راقية وبنخاطب إنسان متمرس في الحياة وفي الكفاح فبالتالي إحنا واجبنا نحترم هذه الحالة وأيضا زي ما حكينا أنه نجاريها في كثير من الأحيان أنا بحس أنه بعض الاتصالات وبعض الاستفسارات اللي بتيجي من كثير من المواطنين هي متقدمة على من وضع الخطة أو على من قام بالطرح فبالتالي هذا شيء يسعدنا ومن واجبنا أن ننمي هذه الحالة إحنا وياكم مع بعض ما المطلوب فعله لتطوير خطاب الشرطة الموجهة إلى الجمهور والاستفادة من التغذية الراجعة يعني المطلوب هو أنه الإنسان يعني يحكم عقله فيما يسمع حتى أحيانا فيما يرى لأنه الحقيقة هي بحاجة لبحث صح أنه في حقيقة صاطعة ولكن هي صاطعة بالنسبة للبعض وهي مغيبة بالنسبة للآخرين فبالتالي توجد انقسام في الرأي لا إحنا بدنا نروح أول حاجة عن موضوع الثقة أنه أنت تثق بما تطرح هذه المؤسسة أو بما تسمع في بلدك أو بما تشاهده فبالتالي موضوع الشك بيكون غائب في هاي المسائل وبيكون عندك الغالب الأعام أنه الناس يعني هي جزء من الحالي يعني أنت ما بتقدر تضحك على ناس متقدمين في الفكر إذا يعني لا سمح الله ولكن ممكن تستغفل أو تستغبي الإنسان الخالي الذهن ولكن أنت زي ما حكينا أنت ما يطرح على الإعلام الفلسطيني هو يتعامل مع ذهنية متفتحة ومتمرسة وفي كثير من الخبرات وكثير من القضايا التي يعني دائما تلاحظ أنه فيها رأي هنا ورأي هناك ولكن الإجماع بيحصل عند الناس اللي بيكونوا يعني عندهم نوع من التوجه الواحد أو الحزب الواحد أو الفكر الواحد أو مستعد أنه يعني يروح معاك للنهاية في أي موضوع حتى لو كنت على خطأ عند الحديث عن مسألة الجريمة والجنايات نتحدث عن قضايا فنية بحتة بعيدة عن أي سياسة وتسييس المفروض يعني يكون الحكم للفنيين للخبراء في هذا الجانب يعني إذا حضرتك بدك تتطرق لموضوع مسرح الجريمة تحديدا واللي إحنا يعني ممكن نحكي فيه ونسقط هذا السؤال عليه أي نعم يعني إحنا هاي بالمناسبة هي إجراءات مثلة من الأمم المتحدة بروتوكول نعم هي بروتوكول أنه معروف أنه أي دليل على الأرض يترك الجاني هو ينطق بما فيه وهو موجود ولا يمكن أن يمحى ولا يمكن أن يغيب إذا كان فيه هناك ذهنية بمستوى متقدم تتعامل مع هاي المسألة لكن هناك فضول في مجتمع نعم فيه فضول ولكن إذا أقول لك شغلي أنه الموضوع يحصل في التفسير الخاطئ مش في الدليل الخاطئ شو الفرق الفرق كبير جدا هذا ما يميز المهنية عن غير المهنية هذا ما يميز حسن النوايا عن سوءها فبالتالي إذا ترك لابد أي فعل في الطبيعة أو من عمل الإنسان لابد بعد حدوثه أو حصول النتيجة إلا أن يترك أثر هل يأتي دور المحقق يأتي دور الأدلة الجنائية الخبير الجنائي سواء كان في البصمات أو في الكيمويات من أجل البحث عن هذا الدليل الدليل هو صامت في لحظة من اللحظات ولكن هو ينطق بما هو فيه فبالتالي هو يعطيك كثير من التفاصيل يعطيك كثير يعيد رسم ما حدث إذا حصل هناك خطأ الخطأ يكون في التفسير وليس في الدليل نفسه وهو أيضا تفسير الدليل لا يخطأ لجهة واحدة ليس فقط لضباط الشرطة هناك النيابة هناك المحاكمة على عدة درجات أيضا بالتالي الخطأ يبقى وارد ولكن احتماليته تقل بدرجة عالية جدا إذا ما تحدثنا عن درجات تقاضي وتحقيق وجمع استدلالات وتحليل الأدلة أيضا التي يتركها الجناء في مسرح الجريمة بالتأكيد ولكن لنتفق على أنه في بعض الأمور يعني حاسمة جدا يعني أنا إذا بدأ روح باتجاه أنه المختبر الجنائي بأكد لي أنه زمرة الدم هي مثلا كانت زائد يعني هذا موضوع يعني ما في نقاش قضية الأمر قضية الأمر يعني ها قضايا فيها تفسير ولكن ما فيها رأيين وما فيها اجتهادين الرأي فيها واحد فبالتالي تصبح نسبة التهمي أو نسبة الجريمي للمجرم أو للجاني تصبح في مستوى أكثر وأعلى والدليل يعني يقوم ضده بشكل أكبر فبالتالي هنا يأتي دور المحقق المحترف من أجل إكمال عملية العدالة لكن هل الناس جمهور الناس يعرفون هذه التفاصيل؟ يعني أكيد لا إلا من مرها بشبرة وهون الفجوة اللي بنحكي عنها وضرورة وصول هذه المعرفة للناس حتى يعرفوا واجبهم تجاه مسرح الجريمي للحفاظ عليه لمنع التلوث لمنع العبث منع أي شيء من شأنه أن يتلف دليل يعني حضرتك حكيت على موضوع الفضول أحيانا يدفعنا الفضول للعبث في مسرح الجريمي وبالتالي إحنا بنكون قدمنا خدمة مجانية للجاني عن غير قصد؟ عن غير قصد؟ قصد أحيانا مقصودي طبعا هذه ولكن يتم أيضا بالتحقيق بالبحث بالتحري بالتدقيق يتم الوصول أو استظهار نية من قام بالعمل يعني موضوع مش صعب ولا مستحيل على رجال الأمن أنهم يعرفوا شو كان النية ولكن اللي بحب أكد عليه أنه إحنا الفضول أو إحنا الوعي اللي بنحب ننشره هو يستهدف فئتين في المجتمع يستهدف يعني فئة الناس العاديين ويستهدف أيضا رجال الأمن أنفسهم يعني أحيانا هو الفضولي ممكن يتصرف بتصرفات يقدم خدمة مجانية ولكن بحكم أنه ما يعرف التفاصيل بحكم أنه مشاعره وعاطفته يعني أنه شاهد مثلا السكين مغروز في بطن المجني عليه مثلا ممكن يتناول هذا السكين هو طبعا طبيا بضره وجنائيا كمان ممكن يساعد على الإخفاء لكن هو تصرف بحسن نية هو تصرف بحسن نية وتصرف بعاطفي فبالتالي المطلوب من كل إنسان أنه هذه المواضيع تترك لجهات الاختصاص للتعامل معها لأنه زي ما حكينا الدليل هو بحد ذاته في مرحلة من المراحل يكون صامتا ولكن إحنا في لحظة من اللحظات هو ناطق بما فيه وبعطينا كثير تفاصيل ويخلينا نتوصل إلى الجاني الحقيقي وهون أهمية تواصل الشرطة مع الجمهور من خلال الإعلام من خلال كل الأدوات الإعلامية المتاحة سواء حديثة أو تقليدية للوصول إلى وسع شريحة من الناس لتوعيتهم بهذا الأمر لأنه نتحدث عن علم حديث نسبيا كما تفضلت في البداية يعني أنا أؤيد كل ما تقول في هذه الجزئية بصراحة لأن الحياة العملي وما نشاهده يوميا يعطينا الكثير من الإمارات والدلالات بأنه البعض ما زال يتصرف على سجيته أو انطلاقا من الحمية أو العاطفة وهذه في كثير من المسائل في مسرح الجريمية هي تضر ولا تنفع فبالتالي دورنا ودوركم ودور الإعلام مهم جدا وحاسم في هذه المسائل سواء كان الخطاب موجه للناس العاديين أو لرجال الأمن أنه الموضوع فقط يعالج من قبل جهة الاختصاص لأنه إحنا كمان بطبيعتنا كبشر لازم نفكر بمسألة أنه إحنا الناس ما بيحبوا المعتدي يعني إحنا لازم إنحيازنا يروح للمجني عليه فبالتالي إحنا منواجبنا نساعده إحنا إذا طبطبنا على الجريم إذا ما بنحكيها وعبثنا بهذه الموجودات وهذه الأثار الموجودة وأتلفنا الدليل هذه عملية قتل أخرى للمجني عليه بالضبط فبالتالي إحنا لنكون دائما بجانب الطرف الضعيف المجني عليه لكن الناس لا يفعلون ذلك قصدا إلا إذا كان هناك بعد جناء آخر يعني إذا كان هناك تخريب لمسرح الجريمة فتصبح جريمة مركبة ولكن الناس يتعاونون مع التحقيق للوصول إلى الجناء ولتحقيق العدالة للضحايا أيضا إلى أي حد تستجيب أو إلى أي حد تستفيد الشرطة من التجارب الدولية في مجال الإعلام والتواصل كما استفاد الضباط الفنيين مثلا في عملية التحقيق وجمع الأدلة الجنائية وغير ذلك من تجارب دولية في مسألة الإعلام إلى أي حد تقوم الشرطة بالاستفادة من تجارب عالمية المعيار الموضوعي هو الذي يحكم صراحة كل قضية بحد ذاتها تشكل حالي خاصة جدا ما في قانون أو في عرف ممكن ينسحب على باقي القضايا من خلال خبرتي في الإعلام وكيفية إيصال الرسالة للجمهور ومدى التعاطي ومدى التجاوب الجماهير أحيانا في بعض القضايا تتعاطى محا بشكل عالي وبانفعالية عالي في بعض القضايا بتشعر أنه هو يعني مش معني في هذه المسألة فبالتالي القضية نسبية جدا وإذا بدك تروح باتجاه التشخيص الإعلامي خاصة للإعلام المرئي يعني يقال أنه حوالي 60% تذهب للشكل وفقط 7% أعتقد للمضمون والباقي بيكون لحركات وسكنات المتحدث فبالتالي القضية الإعلام يعني هي من أخطر القضايا اللي ممكن يعني التعامل معها ولكن في كثير من المفاصل وكثير من المواقع هي مهمة جدا إذا ما وظفت بشكل صحيح وإذا ما تم تعاطي معها من قبل المواطنين أيضا بنوع من الثقة فيما تقول الإعلام اللي في دولتي لأنه إحنا بنعرف أن هذا الإعلام ما هو إلا نتاج حالي مجتمعية يعني إن بثق يعني هو بما كله إناء بما فيه ينضح فبالتالي يعني في بعض قضايا تناقش على الإعلام الفلسطيني مثلا تختلف عما يناقش في الإعلام الإيطالي لأنها خصوصية للمجتمع بالضبط فبالتالي أنا لازم أحترم خصوصية مجتمعي وكمان أؤمن بما يعني أرى وأسمع وما ينشر في إعلامنا وكمان تفعيل العقل مطلوب في هذه المسائل وبالتالي إحنا بنعرف قديش اللي الرقابة الذاتية نهيك عن ما يوجد من رقابة رسمية على الإعلام الإعلام الفلسطيني هو إنسان صاحب قضية نعم هو إنسان يعني عنده كثير من الضوابط ويفعل هذه الضوابط في كل تصرفاته في كل كلماته في عباراته في المواضيع التي تطرح فبالتالي أنا يعني مطمئن لهذه المسألة أشكرك جزيلا في نهاية هذه الحلقة العميد أبوزنيد أبوزنيد مدير العلاقات العامة والإعلام والشرطة المجتمعية في جهاز الشرطة شكرا لك على الحضور والمشاركة شكرا إلى كل جميع المستمعات والمستمعين خيوط الجريمة حلقات بودكاست متخصصة في طرق الكشف عن الجريمة والوقاية منها للوصول للحقيقة بما يؤدي لمعاقبة المجرمين هذه الحلقات تأتيكم عبر شبكة أجيال الإذاعية ومنصاتها للبودكاست ضمن مشروع تايم تو آكت المنفذ من قبل مؤسسة آكت لحل النزاعات بالشراكة مع الشرطة الفلسطينية اشتركوا في القناة